ترأس محافظ محافظة المهرى الأستاذ محمد علي ياسر اجتماعا للمكتب التنفيذي بالمحافظة لمناقشة مشروع خطة عمل المكتب للعام الحالي وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي رسال سالم عبدالله نيمر وعدد من وكلاء المحافظة واستهل المحافظة الاجتماع باستعراض نتائج لقاءاته برئيس الجمهورية وقيادة التحالف العربي عقب تعيينه محافظة للمحافظة ناقلا للج إلى أعضاء المكتب تحايا فخامة الرئيس وتوجيهاته داعيا الجميع للعمل بجد ومسؤولية وبروح الفريق الواحد وشحذ الهمم كلا في مجال عمله واختصاصه كما استعرض المحافظة الأولويات التي يجب أن يتعاون الجميع لتحقيقها بدءا بالملف الأمني والتنموي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتفعيل دور مؤسسات الدولة وتناول الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر اليهود التي بدلتها السلطة المحلية والأخوة في البرنامج السعودي لتميئة وإعمار اليمن والهيئة العمانية للأعمال الخيرية خلال الفترة الماضية وناقش الاجتماع مشروع خطة عمل المكتب التنفيذي وعدد من تقارير المكاتب التنفيذية ومستوى الإنجازات التي تحققت للمحافظة خلال الفترة الماضية وخرج الاجتماع بجملة من القرارات الهادفة وتفعيل دور المكاتب التنفيذية وتحسين مستوى أدائها بما يمكنها من تنفيذ المهام المنوطة بها وتقديم خدمات أفضل